موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من المشهد اليمني موسيقى استقبل اليمنيون عيد الفطر المبارك في ظروف غاية بالصعوبة وسط نقص جميع الخدمات الحياتية ورغم المعاناة والتشريد والقصف من قبل الحوثيين إلا أنهم أصروا على الاحتفال بالعيد آملين أن يأتي بعد العيد الفرج ويكون هناك حلول جذرية للأزمة تنهي الانقلاب الحوثي وتنتهي معه المأساة التي يعيشها اليمنيون وتزامن عيد الفطر المبارك هذا العام مع احتفالات الذكرى الأولى لتحرير مدينة عدن من قبضة الانقلابين أحاديث النصر وذكريات معركة التحرير طغت على مجالس العيد بالإضافة إلى موضوعات أخرى كأزمتي الكهرباء والمشتقات النفطية وإدانة الإرهاب وغير ذلك الانتصار الكبير والمعارف مع الانقلابين وأزمات الكهرباء والمشتقات النفطية مواضع احتلت الصدارة في مجالس وتجمعات عيد الفطر في عدن هذا العام بالإضافة إلى مواضع أخرى بينها العملية الإرهابية التي شهدتها المدينة فجر أول أيام العيد في معسكر الصلبان لكن الميزة الكبرى لعيد الفطر هذا العام في عدن هي تزامنه مع احتفالات الذكرى الأولى لانتصار المدينة وتحريرها من قبضة الحثيين وقوات المخلوع يتذكر العدنيون ساعات معركة الحسم أو ما سميت بعملية سهم الذهبي وكيف أن الجميع شاركوا فيها بدون استثناء كل بطريقته كما يتذكرون في أحاديثهم أيام النزوح والتهجير والقصف والجرائم من الانقلابيين وتدميرهم المدينة ويجمعون على أن النصر لم يقل يتحقق لأولا تكاتف المجتمع بكل شرائحه مع الشرعية ومساندة التحالف العربي وسواء في معياداتهم أو في أحاديث المجالس والتجمعات العائلية لا ينسى العدنيون تفاؤلهم فيتمنى بعضهم لبعض ولبلدهم مستقبلا أفضل كما يختتمون بشكل اعتيادي أحاديث الحرب وأخضر الجبهات بتمني إنهاء الانقلابي ووأد التمرد وعودة السلام والأمن إلى كل ربوع اليمن في أقرب وقت ممكن لبرنامج المشهد اليمني صلاح باللغبر عدن وينضمه معنا أيها الأخوة في سوديو والبرنامج المحل السياسي اليمني فتحي منجد أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ فتحي نفعل وسهلا بك بلوخة المشاهدين حياكم الله وكل عام وأنتم بخير وأنتم بخير لحظنا حقيقة في تقريرنا أن الشعب اليمني الإنسان اليمني يحاول أن يتغلب في الواقع على الآلام وعلى الجراح وعلى الأنقاض وعلى أصوات المدافع وعلى المأساة المستشفيات وعلى الألام كلها ليحتفل بالعيد هذه الصورة أين العقلية السياسية العقلية الإجرامية التي يمارس من خلال الحوثيون كيف لا تستوعب هذا اليمني الحقيقة هذه الحياة التي يبحث عن اليمني المواطن بسم الله الرحمن الرحيم أخي الكريم كما قلت الشارع اليمني هو شعب أصيل وهو شعب حر ودائما يتغلب على مثل هذه الأزمات مسألة العيد وأفراح العيد احتفل بها اليمنيون كعادتهم رغم المآسي رغم الجراح رغم ما ارتكبه الحوثيون المآسي طبعا ليس هذا هو العيد الأول الذي يعانيه اليمنيون ثالث مناسبة على مستوى الشارع اليمني أما نحن في أبناء قضية صعدة فلننا سنوات من عام 2004 ونحن نجني تمار الحوثي وحركة الحوثيين أنت من صعدة نحن أبناء قضية صعدة نحن من عمران نعم تاريخهم طويل معها تاريخنا من حركة الحوثية من عام 2004 والحركة الحوثية تمارس كل أنواع الجرائم أخي الكريم أبناء الشارع اليمني على صبيحة يوم العيد أصبح أصبح يوم العيد ومنهم المهجر وهم بالملايين خارج الشارع اليمني منهم من هو مهجر داخل اليمن نفسه ومنهم من غادر إلى خارج المملكة أو إلى تركيا أو إلى كثير من بلدان على معرب الإسلامي هناك لا توجد قرية من قرى اليمن إلا وفيها جريح أو شهيد أو مفقود على أيدي هذه العصابة الإجرامية التي جاءت من أدغال التاريخ للحركة الحوثية نعم ليس الحوثين أي منجز في الشارع اليمني إلا المقابر طبعا المقابر مليئة بالبشر سواء من الذين زج بهم الحوثي إلى جبهات القتال بالرغبة والرغبة من أبناء المحافظات التي مسيطر عليها أو أبناء اليمن عموما سواء أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين وقفوا يدافعون عن أرضهم وعرضهم أو كذلك من أبناء أو من المواطنين الذين تقصفهم مليشيات الحوثي ليلة من نهارا ولعل ما حصر مؤخرا في تعز ليلة العيد من قصف نعم اليوم في البارحة في يوم أمس في تعز واليوم في مأرب نعم وفي مأرب وصفت وفي مأرب تجمعات مدنية تجمعات سلمية تجمعات ولهذا حالي أنا أقول أخي الكريم نسبة تعز أجتمع عليها حقدين حقد المخالي حقد علي عبدالله الصالح حقد الحوثي فهم يقصفونها ليلة ونهارا مأرب حصلت فيها ليلة العيد قصفوا أسرة مكونة قتل فيها ثمانية أفراد أطفال وثلاثة عشر طفلا وكانت البنت في مشهد يعني مأساوي كانت تخضبت وتجملت وبالحناء وهي عادة عند اليمنين ليلة العياد فخلط الحوثيون دماء الحناء لون الحناء بالدماء الحوثيون أخي الكريم لم يتركوا جريمة من الجرام إلا وارتكبوها طبعا ليس مسألة القصف فقط هناك أشياء داخل المناطق التي يسيط عليها الحوثيون هناك الاعتقالات هناك التعسفات بالأمس اعتقلوا أربعين فردا من أبناء عمران في يوم العيد يعتقلون المصلين في كثير من المصليات يوم العيد يوم العيد الذين يخرجون من المصليات قد يكون عندهم أشغال يصلي الصلاة ما يخرج يحاربون فرحة هذا المجتمع واحتفاله ومناسباته الدينية أنا لا أقول فقط محاربة عندهم شيء أبلغ من المحاربة وهو تغيير الهوية اليمنية يريدون أن يستغلوا هذه المناسبات لفرض الهوية الجهوية لفرض الفكر الطائفي لفكر الحوثي الاثنى عشري يريدون أن يغلسوه بالقوة ولهذا يستغلوا نتائه المناسبات في العشر الأواقل من رمضان كان هناك اعتقال لآلاف من الناس في جميع المحاولات المسيطرة عليها الذين رفضوا أن يفعلهم زكاة الفطر أصحاب المحلات التجاري الذين رفضوا أن يدعمهم بالزكوات هناك أشياء عظيمة جدا يرتكبها الحوثيون ومن أبشع الجرائم في يوم العيد بالذات هو موسم للحوثيين لارتكاب الجرائم سواء بحق الخطباء بحق المسلمين المصليين عموما هناك أضف إلى ذلك المعاناة الاقتصادية التي ظهرت إلى الآن لم تصرف الرواتب أكيد كنتم في تواصل مع الداخل في أيام العيد أمس والبارحة واليوم كيف كانوا يتحدثون كيف أيام العيد عندهم عما يحدثونكم هم ينتظرون النصر وينتظرون الفرج من الله سبحانه وتعالى طبعا بالنسبة لأبناء الشارع اليمني هم يعانون من ضائقة ضائقة الحوثين هذا تعتبر كارثة حالة على الشعب اليمني فأبناء اليمن لا يتكلمون إلا عن الخلاص أنا أتواصل بكثير سواء من أقاربي أو من غير أقاربي نعم دائما يسألوننا متى ستزل هذه الغمة لأن الحوثيون حولوا الشارع اليمني إلى سجن كبير مسألة الاحتفال بالعيد هو يخرج اليمنيون كعادتهم يتغلبون على الجروح والآمان لكن عندنا مثل يمني شهير يقول العيد عيد العافية صحيح هناك مآسي كبيرة جدا يعني على مستوى الجانب الاقتصادي الشارع اليمني يعاني منه هناك أزمة في المشتقات النفطية هناك أزمة في الكهرباء هناك أيضا أزمة حتى في السيولة النقدية يعني أغلق البنك أبوابه هناك عجز أكثر من 10 مليون 10 مليار ريال لم يصرف رواتب الموظفين واعتذر الحوثيون بينما هم صرفوا ميليشياتهم ويعيشون في بذخم ويأكلون أموال الشارع اليمني لكن الشارع اليمني يعاني الأمرين لم يصرف رواتبه لم يصرف الضمان الاجتماعي أغلقوا الجمعية الخيرة التي كانت تقدم بعض المساعدات لبعض الضعافة والمساكن يطاردون أيضا من يقوم بأعمال خيرية يعني الملحقة يطاردونهم ولا يمكن أن يقوم أي عمل خيري إلا إذا حصلوا على نسبة منه وهذا حصل الآن مع بعض الجمعيات التي ما زالت يحصلوا على نسبة منه لا بد أن نحصل نعمل الابتزازة نعمل النهب يعني أبتزوا ما هو أكبر أبتزوا الشارع أبتزوا البنك المركز ينهبوا بما فيه فلذلك لا يقوم الحرم ولا وزن لا لأحد ولهذا اليمنيون ينتظرون الخلاص عندما يستمعون أصوات المدافع وهي على أبواب صنعاء يحسون بنشوة النصر طبعا هذا الكلام الحوثي يدرك هذا جيدا ليس معنا هذا أننا نزيد على الشارع اليمني الحوثي يدرك أن الشارع اليمني لا يتقبله ولهذا يفرض رؤاه وأفكاره وقناعاته على الشارع اليمني بقوة السلاح وهذا ما نشاهده في أيام العياد طبعا هناك تغيير ديمغرافي الهوية اليمنية يستغلون هذه المناسبات يعني لو تأملت بصلاة نابل الأمس رسائل من كثير من مصليات العياد كانت خطباء الحوثيون كلها خطب تصب في مصرحة الحوثيين في مصرحة الفكر في صلاة العيد في صلاة العيد نعم يعني تسييس حتى المناسبات بلا شك تسييسها إذا كان العياد هي من أهم المناسبات التي يسييسها الحوثي والذي يزرع فيها الفكرة الطائفة التي تتبنى الحركة الحوثية فالشارع اليمني صراحة نئن ولهذا يناشد الشرعية وقوات التحالف أن تحسم هذا الموضوع خصوصا بعد فشل مفاوضات الكويت ووصلنا إلى طريقة مسود مع هذه الحركة الإجرامية التي جاءت من أدغال التاريخ لكن هناك منطقة فيها الصامتون أكثر من المتحركين الصامتون كما قال المتنبي إذا رأيت نيوبا ليث بارزة هم الآن هم جمراء تحت الرماد أنا أخبرك بالشيء الشارع اليمني الآن ينتظر قياداته ويجب أن نقولها الشارع اليمني ليس جبان إلى هذا الحد الحوثيون أخي ارتكبوا أبشع الجرائم إذا كان هناك النساء مختطفات ذهبنا إلى الحوثيون وقصنا شعورهن حصلت أشياء كبيرة جدا القبائل الجناح القبلي التواجد داخل اليمن هو بحاجة إلى تواصل بحاجة إلى فتح أدرعه ليس من الصوار الآن هنا صورتان صورة مأرب وهي في تشكيلها وتكوينها تتشابه إلى حد كبير مع تعز مأرب عصية مأرب إلى الآن الحوثي لا يستطيع أن يقترب بينما في تعز ما زال يقتال هذه المدينة بهذا الشكل عن بعد يعني يقصفها يعني يستهدفها بينما هي أكثر وأكثر إمكانات يعني أن تتمرد على الحوثي وأن ترفضه وأن تخرجه حتى من قراءها ومن أطرافها من الوازعية ومن القراء التي كانت الآن في حركات بسيطة وستطعت مقاومة تنتصدها هناك بعض الفوارق من الفوارق أن مأرب لم يدخلها الحوثي من نهائيا بينما تعز دخلها وستيطر عليها فمأرب لم يدخل الحوثي من بداية الأمر الأمر الثاني أن مأرب منطقة مفتوحة الحوثيين لم يستطعوا أن يبسطوا سيطرتهم عليها بينما تعز هناك حقد على تعز هناك حقد أكبر من أي محافظة أخرى حقد علي عبدالله الصالح مع عقد الحوثيين هناك أكثر من 11 اللواة كانت داخل تعز أيضا قطعوا عليهم الإمدادات من كل النواحي هناك أشياء فيها أنا ودي حقيقة أختم في تقرير هذا بذلك الذي تقرير آخر لكن ضيفنا الآن هو جهز معنا معنا ضيف من مأرب الأستاذ الإعلامي خليل المليكي أهلا بك معنا أستاذ خليل أعتذر التأخر حد أيضا العيد في مأرب كيف كان في ضوء القصف الأخير الذي تعرضت له المدينة نعم العيد في مأرب اختلط بلون الدم كما أرادته الميليشيات لليمنيين أن يكون يعني انتزعت الفرحة من هذا العيد بسبب ما حدث في قبل العيد أو ليلة العيد أن الميليشيات قصفت حي سكني يتواجد فيه موظفون يتبعون وزارة الزراعة ثم بعد ذلك قتل ثمانية أطفال ويصيب ستة عشر آخرين هؤلاء الأطفال كانوا يعني ينتظرون العيد بشغف ويجربون الملابس التي كانوا يريدون ارتداءها للعيد بعد ذلك جاءت الصواريخ التي أطلقتها الميليشيات بعبثية على هذه الأحياء حتى أفقدت الناس فرحتهم وأفقدت الناس ما كانوا يريدون أن يفرحوا به هذا ما تعيشه مأرب من أجواء العيد هو أن ميليشيات الحوثي حولت العيد من عيد فرحة إلى عيد بؤس وحزن بسبب ما ارتكبته ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بحق المدنيين وبحق اليمنيين ككل كذلك الوضع في تعز وفي غيرها من المناطق والوضع في مناطق قريبة من صنعات تم تفجير ثلاثة منازل في المجاوحة وفي بني فرج هو أن الميليشيات لا تريد لليمنيين أن يفرحوا أبدا تريد أن يكون وضع اليمنيين وضعا محزنا ومقلقا ولن يفرح اليمنيون نعم ساد خليل نعم ساد خليل لدي تقرير سأخذه وعود إليك بعده أيضا نتحدث عن تقرير نفسه حيث نتحول الآن إلى مشهد آخر في اليمن حيث أصبح مستشفى الثورة العام بمدينة تعز وهو المستشفى الوحيد من المستشفيات الحكومية التي لا تزال تعمل مهددة بالإغلاق التام في وجوه الجرحة والمرضى بسبب عوامل عدة أهمها انعدام الكهرباء والمشتقات النفطية والمسلزمات الطبية ونزوح الكاثر الطبي ومعانا مشتركة فيما تبقى من المستشفيات تعمل تحت القصف والحصار في مدينة تدفع ثمن رفضها لمشروعات الانقلاب والتمرد تحت صمت المجتمع الدولي مع لاسه مستشفى الثورة أكبر المستشفيات الحكومية والوحيد الذي لا يزال يعمل ويستقبل المرضى والجرحة من المدنيين والعسكريين والمقاومة بعد مستشفى الروضة وهو اليوم مهدد بالإغلاق التام في وجوه الجرحة والمرضى لأسباب عدة حقيقة هذا الصرح الطبي الشامخ يعتبر شريان لمدينة تعز ولكنه اليوم مهدد بالإغلاق نتيجة عدة عوامل أهمها الكهرباء أضف إلى مشكلة المياه التي برزت للسطح مؤخرا اليوم مسشفى الثورة حتى أحيانا ينعدم الماء فيه أضف إلى مشاكل مستحقات الكادر الذي لم يستلم أي مكافأة أو مستحقات حتى قبل العيد أضف إلى أنه مشكلة الكادر النازح عشرات الجرحة والمرضى يتوافدون إلى الأقصام المختلفة للمستشفى محمد سلطان إبراهيم الجريح الذي أصيب في منطقة عقاق جوار السجن المركزي والذي لا يزال في العناية المركزة منذ ما يقارب شهرين يخضع لتلقي العلاج في المستشفى رغم أن حالته تستدعي نقله للخارج بسبب حالته الصحية وعدم توفر الكادر الصحية المتخصص أصبت في ساروك قلت وجه أنا قلوني إلى هنا مستشفى الثورة أريد 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 الخدمات الصحية الصحيحة إيش قالوا ما كان لديك أثرة إيش أفارس يعني لديك أثرة ما فيش المختصين واحد هناك واحد هناك واحد هناك مستعين ما يقع عندك المختص إلا بعد فترة حالة الجريح محمد تثبت أن المستشفى هو الوحيد من المستشفيات الحكومية الذي يكافح تحت وقع القذائف المدفعية التي تصب عليه من قبل العصابات المتمردة لتقديم خدماته الطبية للجرحة والمرضى في مدينة تكاد تتوقف فيها الحياة توقف كل شيء هنا في مستشفى الثورة في تعز وهي أكبر مستشفيات المدينة حتى العيادات التي تقدم الخدمات للمرضى هي الأخرى توقفت كما توقفت الحياة في المدينة بسبب الحرب والحصار المفروض عليها من دعام كامل محمد الحذيفي لبرنامج المشهد اليمني من مدينة تعز وأبقى معك الساد خليل وتقرأنا تقرير عن وضع الصحي في تعز وكان هناك ضيف حقيقة في التقرير وهو عين نموذج حقيقة لحالة المرضى في مستشفى الثورة أيضا نريد أن تلك الضوء أيضا على هذه الحالة حالة الوضع الصحي في يوم العيد تحت وابل حقيقة القذائف نعم أستاذ هنا في تعز الوضع الصحي كما يقول مراقبون بأن الوضع الصحي أصبح كارثيا للغاية بأن المستشفيات المتواجدة في تعز لا تتجاوز أربعة مستشفيات منها مستشفى الثورة الحكومي الوحيد كما أسلفتم الذي ما زال يعمل ويستقبل الجرحى ويستقبل الشهداء ويستقبل الحالات حتى من المواطنين الحالة الصحية في تعز هو أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح يقوم بمحاصرة هذه المدينة التي يقطنها أغلبهم من المدنيين فيقومون بقطع الأدوية وقطع المواد الطبية عن هذه المدينة وبيعها في السوق السوداء كذلك يقصفون المنازل عشوائيا بالأمس قصفوا أحد الأحياء السكنية والسشهد شخص وأصيب الطفلة طفلة لا تتجاوز الاثنى عشر عاما كذلك قصفوا أو فجروا بيتا في منطقة الجحملية هذا ما تمارس في الميليشيات ضد أبناء تعز الذين ما زالوا صامدين وما زالوا يقيمون احتفالات الفرح بعيد الفطرة المبارك رغم الأوجاع التي تقصفهم وتوجعهم بها الميليشيات كذلك الوضع الصحي لا بد أن ينظر إليه من قوات التحالف ومن جميع المجتمعات نعم سيد خليل لا بد أن تنغط اسمح لي سيد خليل نرجع للمشهد في مأرب مشهد العيد ومشهد القصف وما ترتب عليه من الدماء كيف اليوم مر في مأرب هذا اليوم وأيضا أعطينا صورة الجوانب المأسوية في استهدافهم بهذا القصف عدد النصابات مثلا الوفيات الحقيقة هو أن ما استشهد ثمانية أطفال أكبرهم سنا 12 عاما وكذلك أصيب ما يقارب 16 آخرون ومنهم طفل لا يتجاوز عمره الخمس سنوات بثرت رجله اليمنى وأصيب كذلك في ساقه اليسرى العيد في مأرب اختلط كما قلنا سابقا بلون الدم الناس حينما زرنا بالأمس زرنا منطقة القصف وزرنا الأهالي ألم شديد ومعاناة كبيرة والأهالي يتألمون الفقد أبنائهم كذلك أبناء الحي كذلك المحافظة بكاملها محافظ محافظة مأرب قام بزيارة الجرحى في المستشفى وشد على أيديهم وتوعد بأنه لا بد أن تجدث هذه الميليشيات ولا بد أن توقف عند حدها حتى ينعم اليمنيون بفرحهم وحتى ينعم اليمنيون بحياتهم هذا ما تم بالأمس في مأرب وهذه أجواء العيد في محافظة مأرب نعم ضيفي ذلك التعليق سريع على هذا التقرير أخي الكريم هذه هو نموذج فقط لما يعاني الشارع اليمني سواء في تأز أو في عيران المحافظات الشارع اليمني بحاجة الآن إلى مساندة حقيقية في الجوانب الإنسانية في الجوانب الصحية طبعا نرغز من الأكسلمان له دور كبير الآن وبالأمس نشرها تقريبا أن هناك 20 ألف سلة وهي مقدمة لـ 100 ألف سلة ونقاربها لبعض المديريات في تأز في تأز نعم هناك توجه كبير لدعم التعليق الإنساني لكن هناك مناطق مسيطرة عادة الحوثيين ويمنع نصول المساعدات ولعل تعز هي من أكثر مناطق متضرورا في هذا الظرف هي بحاجة لدعم صحي وبحاجة لدعم الإنساني في ظل صمت المنظمة الإنسانية والدولية نعم سعود لك أيضا نتحول الآن في مشهد أيضا جديد آخر حيث يعيش النازحون في مخيمات النزوح أوضاعا مأسوية في ظل افتقارهم إلى أبسط مقومات الحياة الأساسية ومع انتشار الأمراض واللوبئة المختلفة نورة إحدى النازحات مع أسرتها إلى مأرب تعيش في مخيم النزوح قامت بإعداد كعك العيد وتوزيعه على الأطفال في المخيم لترسم بسمة العيد على وجوه الأطفال وتتمنى أن تقف الحرب وتعود هي إلى منزلها فالعيش في المخيمات وعيش النزوح أصبح في غاية الصعوبة العيد ألفة ومحبة وفرحة وسرور هذا ما يشعر به جميع الناس لكن أوضاع النازحين في مخيمة نزوحهم تحكي صورة أخرى يلخص مشهد المعاناة التي يعيشها أغلبية اليمنيين نورة تصنع كعك العيد في خيمة نزوح أسرتها التي نزحت هربا من قصف ميليشيات الحوث والمقلوع في منطقة الصروع نورة تحاول بكعكها إدخال الفرحة إلى الأطفال في المخيم ومشاركة الأسر النازحة بهجة العيد صناعت كعك العيد من أجل الأطفال النازحين الذين نزحوا منطقة الصروع بسبب ميليشيات الحوثي والصالح التي دمرت منطقة الصروع بالكامل والتي كنا نعيد فيها كل سنة وكان نعيد فيها رائع جدا أوضاع النازحين مأساوية في ظل غياب أدنى المقومات الأساسية عن تشار الأمراض وفي مقدمتها حم الضنك نطالب في الخدمات الصحية والطبية في هذه المنطقة لأن هذه المنطقة لا تستوجد فيها مراكز صحية ولا مركز واحد والأمراض منتشر فيها بالكامل ومنها أمراض حم الضنك منتشر في جميع الأطفال تحلم نورة بالعودة إلى ديارها لكي تنعم بحياة مستقرة وأمينة بعيدا عن حياة النزوع زرعنا الأرض بورد وفل وزعنا البسمي على الكل حتى الفرحة بأرض تحلون اتنا ساكل للأحزان يا أحلى بلد بها الأرض يا أبعد جني فيها يا أحلى بلد بها الأرض يا أبعد جني فيها كيف الحب بيغزي البسم بيطلع ورد بأرضي الأطفال هنا يحاولون الابتهاج وعيش فرحة العيد لكن قسوة الطبيعة وآثار الحرب تحول دون ذلك في العيد تسود الألفة والمحبة قلوب الناس ونورة قامت بصنع كعك العيد وتوزيعه على النازحين هنا لترسم الفرحة في وجوههم عبد الفتا غلاب لبرنامج المشهد اليمني مارد لنبقى لدي وقت حقيقي دقيقة واحدة نريد أن أعلق على أيقونة الفرحة في هذه الطفلة ومحاولة الأمل حقيقة فرحها منزوجهم بالألم والحارع اليمن وهي نموذج أطفال اليمن الذين أفقدهم الحوثي حتى فرحة العيد لكن بإذن الله سبحانه وتعالى أن اليمن سوف يتعافى وسوف تعود البسمة الحقيقية لوجوه الأطفال بإذن الله نعم السادة خليل أيضا أريد أريد أيضا منك تعليق على هذه الصورة المأساوية لهذه الطفلة التي تحاول فعلا أن تصنع الفرح نعم يعني هذا أن اليمنيون قادرون أن يصنعوا فرحهم رغم المعاناة التي تريدها ميليشيات الحوثي لليمنيين أن يعيشوها وأن اليمنين بصدق برهم ورباطة جائشهم وقوتهم وعزيمتهم يستطيعون أن يصنعوا يمنهم الجديد وأن يفرحوا به وأن تنتهي عبثية هذه الميليشيات شكرا جزيلا لك السادة خليل المليكي علامي كان معنا مباشرة من مأرب وأيضا كان معي في السوديو البرنامج لسادة فتحي منجد كاتب ومحل سياسي شكرا جزيلا لك أنك معنا في هذه الحلقة أيضا شكرا لكم أيضا أيها والإخوة المشاهدون الكرام على طيب متابعتكم وتحية لكم من فريق البرنامج في أمان الله اشتركوا في القناة